اليوم كانت جديد في الجزائر لقاري مغاديش والذي يريد أن يخدم العام طويل السبب بسيط و سهل مغرب والجزائر كاس إفراقيا الأقل من 17 عام ولكن هما رجعوا في فنال في كوب دي مونت مسألة حياة أو موت أجي تشوفوا ماذا قدروا الجزائريين بشير بحوصحة أو خاطر المنتخب المغربي اليوم مهم الإخوان المغرب اليوم تعالوا اخي المعي غا يطل العب كاملين ها سنزجد العظام بش يصليه وركعتين اليوم الكتابين كذلك الحمدلله أدى يومات نشاكين حبوشو صردوا معك مغربينين ويدروزية رب الله هذا الامام اللي صلى بينا أجبكم الصرد إن شاء الله رب ينجحكم ويعطيكم القوة خذهم يا ابنين إن شاء الله يعطيكم القوة نجنوا للبلاد والشربة والعباء أمين يا رب العالمين رب يأخذ من الياه وخراه شربة كل شبك تلعب نتعونا برد نتعونا برد نتعونا برد شوقتونا نظروف مستطابر هو الإمام خرج ليق هو الإمام ولي بغي يخلي الجامع ومشي لتيران صاف، مشي نفاق تجد من دائم نحن بغي يقولي لان دائم 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 لا يتكرم لا تفهم وحكور رجال رجل صالح للمجتمع ويكون في خلاق قيم الإسلامية لأمنا مسلمين الحمد لله ما تفرصت بأن المسجد الأعدم المسجد الكبيرة عالميا وطلع الله وطلعه مسجد وطلعه أكبر مسجد في العالم ويكون خبارك بأنه لم تحلل في رمضان وكذلك من العلوة لم يصل على العشاة وطروح وهذا الشيء وقد تمتعونا فيه العابة المنتخب الجزائري الأقل من 10 عام والعسكر تخيل معي الجامعك تحل علاقة بالمنتخب والعسكر وتصاله فيه ركعتين ويأتي في الاخر واحد جزائري ويقول لك لا نحن سوف يفتحون المسجد الأقصى وفتحوها المسجد الأعظام لديكم في جزائر سوف يسدينو عليكم ويقولوني أنا سوف يفتحون المسجد الأقصى كمّلوا نكمل في ذات الصياق وفي مشهد مفاجئ قام أفراد من الجيش الجزائري اليوم بتقسيس حفل لتشجيع المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من أجل الفوز على المغرب واستغرب عدد كبير من الجزائريين على هذه المشاهدة لا أحد المعلقين على الفيديو واش دخل العسكر في الرياضة ما تفهم والو العسكر في كل شحاضرة وأضاف آخر العسكر موجود في كل كبيرة وصغيرة في الجزائر بطاق الجزائري يمكنني فضع العسكر في الجزائري تتسافر معاك الذات من أجل الفوز على العسكر جي سالفه ما نفهم bureau عندما أقل العسكر أو العسكر وأن المنشاخ البدير من إسم الجزائري أقل من 9 سنة تسافر من البلاصة إلى البلاصة في طيارة حتى يجيها القصة لغي العفاق الماضي لليت كونطر المغرب والمدينة كاملة استقبلها والباشاوات، القياد، الوالي، العامل، الجيش، ما فهمش بوليس، كل شيء ذاكي تصنى المنشخة بواسطة استقبلوا ودوا مع الشيء بلا صمحة قال الولاية دي الوصنطينة ولا العمالة ولا البلدية ماهو 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 هلاش حقك لاعبين معه غريب؟ لا لا يعني لا يعني الله يا مصف ولكن نشوف، منها عند الشيء كامل لكي تكونوا واقعين الكورة والتيران هالله غادي حكم هلاكن ايضا اغير تنوذ مارس لا يوجد سفات وحقرة هل تنوذ مارس دي الوصنطين كورة فهو محايد الجمهور تدخل لوionen الجزائري عندما يدخل منتخفه لا يوجد مشكلة بشكل تلعب بشكل تلعب نحن لدينا دي جور اللعابة ومحشارين يعني لا يؤثر فيها الضغط وعارفين بأننا لعبين في الجزائر وعارفين بأن هذا الشيء سيطرق وانتمنى وانتمنى وفي الخر يدوز غير ماتش نقي ماتش زوين حيث الجزائرين اللي هاتش اللي كتديرو دابا رب حلا بغين تربحوا سحق لحقات غير بشأنهم متعافقين حيث هادروبو عني هايا واللي غادي يخليك طلع للتومي وانتمنى تشارك في كاس العالم لكي تصدعها كامل ولكن الحاجة اللي سبيسي في هذا الشيء كامل هو أن الجزائر لا يبقى كونتر المغرين حيث كونتر لعبين الجزائر كونتر منتخفة واحد اخر مكشيش غا تسمع هاد الهالة كاملة وغا تصدعها كامل مهم، كالقاو حنا بلو فور عليهم وان شاء الله ربيع وفق الفرقاء والمنتخفة اللي غادي يكون مزيان حيث كامل المنتخفة اللي بيانسوا الرباح ولكن مكشبش ما عندناس المشكي هجي تشوف ده باشنو قل الإعلام الجزائري على المنتخب المغربي على فرايمو وهومق ليش يدهم الخلعا منا انا شاهدتهم في المقابلات اللي لعبوا مع سينيغال وشفتهم مع كونغو وشفتهم مع جنوب إفريقيا انا ما اقضبش عليك مع الصومال كان مستوى انتح المتوسط يعني مش مستوى عالي ومش ضعيف ولكن هل نقول الضغط ربما على بريسون زايدة للأبين الضغط في المقابلات اللي بيانسوا الرباح راح يكون ضغط صحيح حقيقي راح يكون ضغط والضغط هذا لازم لازم المدلمة بيلعب ضور كبير باش ينحي الضغط هذا عليهم لانا المغرب نحب وننكره وعننا فريق قوي انا شفتهم يلابوا وشفت الفرق تانا نتاع الجزائر يعني كاين فرق بين مستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب ولكن في المقابلة هذي كاين الدفع معنوي يعني ما هي السيكولوجية لازم الجمهور تاني يدور كبير راح يعطي إضافة كبيرة لللاعبين تانا تجيعات من ناحية الهجوم المدرب كذلك لازم يعطي لمسة من عندهم تانا مقابلة هذي يزم لمسة تانا وتبان تخيل معي هذي كاين الدفع بزاف دي الماتشات اللي مكانش كدخلو من الجمهور وده بكي طلبوا بالجمهور باش يحضر وحضرها بكاتافة وراء أنا راء كيف ما قلتش في اللول راء عيدة دا عندهم اليوم اللي قارق ما غادش مشي غادش مشي مدرسة نهائيا واللي خدام ما غادش مشي الخدمة وغيرت خلص فنهار غير مشي حضرها لكن اجي نشوفوا الرب للواحد الجزائري اللي فرائمو أنا عجبني بززاف اللحقاشتش كامل دارة الجزائر المهم انا كالقول ماشي في الصالح ديالها علاش لحقاش تضغطي بزاف على المنشخة ديالك سيئس شئ يعني وليج مكتش معمة بين الدين والسياسة كشولي هذي خرق في الرياضة كل حاجة بوحدة نجي نشوفوا الكمل استقبال هدايا هدوسي ديجون دو موان دو ديسة او مدارين يلعبوا احتوالوا اللي يلعبوا في الخارجة باش نتفهموا نتكلم عليهم بصيفة عامة مدارين يلعبوا على التسعة طعا صبح كان ينزوج قريدات في تريبين اليوم ويجي دون الانونيما يقلع استعة طعا صبح في البرد هادا كوكده رح يلعب يدخل الاصطاد ما كان حتى واحد سنة يجي لاربيت ويتم تدخلوه الاخر وانا نشوفه الان بالبندير والطار وكذا منا جوري امي هاد الاخر يندر مو الماتش ماشي يدركا ومبعد دخل السالون دونر ومبعد يلقي عليهم خطاب اين دي ريسبنصابل تعلاوي الياه واندو سيدي ديجون يفعله للي تزير فيه واندوالانونيما ديركت اللوتر مقصي عمي أدخلهم دون الربول كان دي بسيكولوجي أدرو معهم مختصين انا شخصيين عندي لكن نتقدم الناس بأسرعات الأسجار، المتعاملات بصورة قيمة فتنبخلهم وأقولهم إنهم الأولى ونعرف كل ما يكون فيه 45 ميل ونعرفacağız حياتنا، لكن ليس لأسرعوا التعامل، ولا نفعقها ونحن تدرعوا كما تفعل ذاك الوقت من يتهي بالأسرعات الأوليية كانت مجلسة سغيرة من 17 عام و مرحلة التعبوا في حياته لم يكن من نفهم مراهقين و قفارهم عن أسكر و مركزين وقفارهم إلى بعض الأسكار والمقرار و الأسبوع من يمكننا أن العبس يجب أن لديهم بالجماعة إلى المسجد الأعظم و الربح المغرب ، ندوزه يا ربي صاحبي الدين بوحده والسياسة بوحده والرياضة بوحده وكيف ما قالت سيد لي اسمعنا دابا رأى درشي واحد الضغط على اللعبة ديالك برايسة هي هوم ديال بالصحي ده مراد ضغط ماشي عن المغرب لحقاش حنايا بغينا الربحه اه ماشي ما بغينا اش الربحه ولكن كيف ما كانت ناشيج احنا رادين بها احنا قابلين بها رأى لعبنا يا صاحبي كوب ديمون قطر في 2022 وما در ناشت القيمة هذه كاملة رأى بنا تخيل معي المغرب في الدومي فينال كونتر فرنسا وعمرنا ما وصلنا لها عمر اصلا دولة عربية ما وصلت لهذا النيفو هذا وبناديم الختام لو كتخرج كتلقى بناديم ختام شخص خطام في طاكسي صحب طبيسات ختامين كتفرجوه تصنطوه في الراديو واللعبات ولكن ختامين موقفناش موقفاتش المغرب ماشي وقف صافي سكر نروي دور ايحنا الارض كيف ما صحبي بقيمة تلعبت الماضي درجوا القيمة هذه كاملة هذا الشيء يدرم الملوران ماضي لربحتك ولكن إذا خسرتك ماذا سيتديرك؟ هذا الشيء الذي يريد العرفة ندارك مهم ان شاء الله الماضي الإخوة اليوم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز المنتخب الذي سيكون قوي حتى هنا الفيديو دينا السعادة شاء الله